موسيقى خلال اجتماعي بأعضاء الأعلى للهيئات القضائية الرئيس سيسي يؤكد أن القضاء المصري عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي خلال تفقده سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى مدبولي يؤكد حرص الدولة على التخطيط الدائم لاستعاب التزايد في الحركة المرورية صندوق النقد الدولي يطلق نافذة تمويلية جديدة لمواجهة صدمة الغذاء العالمية الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا لكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمان في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار والذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وأعلاء سيادة القانون وأكد رئيس السيسي حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت كما تسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتيسيرا لإجراءاته بالسرعة المطلوبة أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم الكامل لحرص الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية وأكدوا من جانبهم موصلة العمل في صياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون لما يمثله ذلك من أهمية في بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشن قيم الحق والعدل وترصخ لسيادة القانون اشتركوا في القناة قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة بجمهورية إيطاليا الصديقة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتطلع للعمل معه في إطار الشراكة الراصخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر والبناء في جميع المجالات وعلى نحو يتصق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهم العظيمة ولما فيه خير الشعبين الصديقين وللإنسانية جمعا وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي عن عظيم تقديرها واعتزازها لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء كما أكدت السيدة انتصار السيسي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي على ضرورة الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجهه ضمن برامجها المختلفة يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمسنين والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام يهدف هذا الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لرفع الوعي في التعامل مع المسنين وتقديم الخدمات المجتمعية والطيبة لهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انطلقت أعمال دور المعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس سوف يستكمل بإصرار وإخلاص ما تم من عمل جاد في الدورين السابقين مشيرا إلى تحديد الأولويات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن فضلا عن مواصلة دور المجلس في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على كافة المستويات إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل فلا زال الضرب طويلة وحتى يكون هذا الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام علينا جميعا مجلسا وحكومة كل في موقعه ومناط مسئوليته العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات وإنجازاتنا الحقيقية لن تقاص بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحزب بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة والوفاء بطموحات واحتياجات المواطن والنظر المتعمق في أسباب أي مشكلات ومعالجتها والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها واستمرار ما بدأناه من نهج في التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات للوصول إلى حلولٍ توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد واستكمال نشرة الثالثة حيث أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصافة مدبولي الأهمية التي توليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها وذلك بهدف الإصراع في معدلات سير العمل بها وخلال جولة موسع لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازي له كما أكد مدبولي أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على التخطيط الدائم لاستعاب التزايد المستمر للحركة على الطرق بما يخدم أهداف التنمية وخلال جولة تفقدية لمحطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بلجيزة أكد رئيس الوزراء أهمية المحطة مشيرا إلى أنها تسهم من خلال موقعها المميز في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين شهد دامت بولي في هذا الإطار على أهمية توفير نظام متكامل لصيانة هذه المحطة وكافة المنشآت التي يتم تشهيدها بما يضمن الحفاظ على رونقها واستدامة تقديم الخدمات بصورة حضرية هذا وتعتبر محطة بشتيل محطة ذكية تبادلية عملاقة وموقعها استراتيجي يربطها بوسائل النقل المختلفة لخدمة جمهور الركاب خلال تفقد محطة السلام إحدى محطات الأتوبيس الترددي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأتوبيس الترددي سيمثل نمطا حضاريا جديدا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها للحفاظ على الانضباط ومنع المظاهر العشوائية وخلال الجولة استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع الأتوبيس الترددي السريع حيث يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق تعهد رئيس البرلمان العربي عدل عصومي بالعمل مع أعضاء البرلمان من أجل تعزيز دور البرلمان العربي في تنصيق العمل العربي المشترك وتعزيز مكانة البرلمان عربيا وإقليميا ودوليا وذلك عقب فوزه بدورة جديدة لرئاسة البرلمان العربي أكد العصومي أن المرحلة القادمة تفرض على الجميع مسؤولية كبيرة فيما هو القادم في مواجهة تحديات جسام وعمل شاق وشدد العصومي في هذا الإطار على أنه يتم العمل من أجل تعزيز دور البرلمان العربي في تنصيق العمل العربي المشترك وتعزيز مكانتي عربيا وإقليميا ودوليا وشدد على دور البرلمان العربي في التعبير عن التطلعات المشروعة للشعوب العربية في العيش الكريم وتحقيق الاستقرار والتقدم البرلمان العربي الآن في الفترة هذه اللي احنا تأهدنا أن نحن تكون دبلماسية البرلمانية هي دبلماسية فاعلة أصبحت الدول العربية تعتمد وتصلكون تعتمد على البرلمان العربي وتطلب موقف البرلمان العربي فكل هذه الأمور احنا حراسنا عليها على أنها تكون الأداة الفاعلة للبرلمان العربي أوقفنا كثير من التجاوزات تجاه الأمة العربية لأن البرلمان العربي كان برلمان موحد جلسات التي كنا نقيمها كانت جلسات هادئة ومهنية حرصنا كلنا أن يكون لدينا صوت واحد بعيدا عن تجذوبة العربي بعيدا عن كل هذه الأمور أطلقنا كثير من مبادرات تم تبنيها عن المستوى العالمي منها مبادرة نداء الساحل برلمان العربي يقود الآن موضوع مكافحة الإرهاب على مستوى النداء الساحل والاتباناتها الغمة العالمية البرلمانية الأولى مكافحة الإرهاب في فيينا طبعا في الأول مرة نوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة في الأول مرة أصبحنا نشارك في اجتماع اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي ونكون طرفا في مواقشة وصياغة الغرارات التي تصدر عنها أعلنت السلطات الأمنية في العراق أن الأجهزة الأمنية المختصة مستمرة في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي تتخذ أقصى درجة الانضباط في عملها مشيرة إلى وجود بعض المندسين يحاولون الاعتداء على القوات الأمنية وجددت السلطات الأمنية تأكيدها على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وإبعاد المندسين والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليهم أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد بشأن التصعيد السياسي والأمنية الأخير في العراق وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم أن العنف ليس حلا أبدا ويجب أن لا يسمح له بتفويد العملية الديمقراطية كما أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات القصف الذي تعرض له إقليم كردستان العراق في الأسبوع الماضي وقال الاتحاد أن هذه الهجمات تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة أراضيه مؤكدا انضمامه الكامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد الفارس أن مجلس الوزراء تقدم باستقالة الحكومة جاء ذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات لمجلس الأمة تنفيذا لأحكام الدستور والذي ينص على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على محاولة السيطرة على منطقة دونستك بالكامل جاء ذلك غدت أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ضم أجزاء من أراضي الأوكرانية لروسيا بعد استفتاء أجرته الأيام الماضية ربما يختلف العسكريون بالشأن المتفوق في الصراع بين كييف وموسكو لكن الجغرافيا تعلنها صريحة بالتفوق الروسي أكمل سيطرته على 19.4% من الأراضي الأوكرانية ففي سيناريو شبه متطابق ضمت موسكو خمسة أقالي من أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية البداية كانت بشبه جزيرة القرم عام 2014 التي انضمت حينها لروسيا إثر استفتاء لتقرير المصير والقرم شبه جزيرة سياحية وزراعية مكنت لجيوش موسكو نفاذا إلى البحر الأسود ومنه إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط وبعد نحو ثمان سنوات ها هي روسيا تجني ثمار عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا والتي شنتها على خلفية مخاوف تتعلق بأمنها القومية وذلك بإعلان ضم أربعة أقاليم هي لوهانسك ودونتك وخيرسون وزابوريجيا عقب تنظيم استفتاءات جرت وسط غضب أوكراني وغربي جامح لوهانسك ودونتك كان يتواصل فيهما منذ 2014 نزاع بين الانفصاليين المولين لموسكو والقوات الأوكرانية وفي فبراير 2022 اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما معطيا إشارة البدء لعملية عسكرية على أوكرانيا لإنقاذ الشعوب الناطقة بالروسية مما وصفه بالإبادة أما زابوريجيا فهي إحدى المناطق التي دخلت تحت العالم الروسي أيضا وبها أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا وأخيرا خرسون الواقعة في أقصى غرب المنطقة وتتميز بأهمية كبرى للقطاع الزراعي بتلك الخطوة أصبحت روسيا أمام فرصة لأحداث شريط موصول بين كافة المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا بما في ذلك القرم حتى الأراضي الروسية أما أوكرانيا ففقدت بالخطوة ذاتها نحو 15% من أراضيها وجزء كبير من ثقلها في المعركة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من أحداث أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية الموافقة على فرض عقوبات على شخصيات روسية مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين وقالت الوزارة أن قائمة العقوبات تشمل أطفالا وأقارب آخرين لبوتين ومقربين من وممثلين عن النخب والسلطات الإقليمية في روسيا كما تشمل قائمة العقوبات الأوكرانية ممثل القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية وممثلي حكومات لوهانس كوادونستك والسلطات الاحتلال في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي وقادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية والعاملة في المناطق المحتلة من أوكرانيا قال متحدث باسم الجيش الأوكراني في الجهة الشرقية السيرهي شيفاتي أن أوكرانيا حاصرت القوات الروسية حول معقل شديد الأهمية لموسكو في بلدة لمان في شرق البلاد وأضف أنه يوجد في لمان أكثر من خمسة ألف جندي روسي مشيرا إلى أن عدد القوات المحاصرة قد يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن السلطات الروسية أبلغتها بأن مدير محطة ذا بوريجيا النووية محتجز مؤقتا للاستجواب كانت روسيا قد اعتقلت المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زا بوريجيا إيجور موراتشوف الواقعة تحت السيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا كذلك وفق ما أعلنته شركة الطاقة النووية الأوكرانية عثر على قسس عشرين شخصا بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين قرب بلدة كوبيانسك في شميل في شمال شرق أوكرانيا جاء ذلك بحسب ما أفاد حاكم منطقة خاركييف وقال إنه بحسب المعلومات الأولية فقد تم قتل عشرين شخصا في السيارة حيث هاجم المسلحون مدنيين كانوا يحاولون الفرار من القصف أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تواجه مشكلة نقص في الذخائر لسيام الصواريخ عالية الدقة أضفت أن هذا يدفعه إلى استخدام صواريخ مصممة لإسقاط أهداف جوية لضرب أهداف أرضية وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنه لوحظ أن القوات الروسية هاجمت بالأمس قافلة من المركبات المدنية تعمل لإجلاء المواطنين من زابوريجيا ومن المحتمل أن يكون قد تم استخدام صاروخ دفاع جوي روسي بعيد المدى أعلنت شركة جازبروم الروسية البدء في بحث سبل إصلاح الضرر الذي لاحق بأنبي بالسيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى إلى تصرب الغاز في بحر البلطيق وقال المتحدث باسم شركة جازبروم سيرجي كوبرنايوف أنه لا يمكن الحديث حاليا أعلن لقوف اللازم أو الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز مضيفا أن عملية الإصلاح تموثل مهمة تقنية صعبة للغاية وشارع إلى أن أوروبا فقدت أحد الطرق الرئيسية للحصول على موارد الطاقة لمدة غير محدودة بدأ الغاز يتضفق إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق وذلك بحسب مشغل خاص لأنابيب الغاز البولندي جاز سيستم يعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا وقد بدأت بولندا في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من تحركات موسكو العسكرية في أوكرانيا وذلك في فبراير مما تسبب في أزمة طاقة عالمية بدأت اليونان وبولغاريا في تشغيل التجاري لخط أنابيب الغاز وينتظر أن يساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة وسيدعم خط الأنابيب بولغاريا التي تبدل جهودا مضنية لتأمين إمدادات الغاز بأسعار معقولة منذ نهاية إبريل هذا وتقلصت أو قلصت روسيا إمداداتها للغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب عملياتها العسكرية بأوكرانيا مما جعل دول الاتحاد الأوروبي تسارع لتأمين إمدادات بديلة واسترتفاع للأسعار أكد البنك الدولي أنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي قدمها البنك إلى 13 مليار دولار مع استمرار الغزو الروسي للبلاد أضاف للبنك أنه تم حتى الآن صرف 11 مليار دولار بالكامل من إجمالي المساعدات البالغة 13 مليار دولار لأوكرانيا هذا وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في أوروبا الشرقية أوروب بانرجي قال إن أحدى التحليل للبنك الدولي يقدر التكلفة الإجمالية طويلة الأجل لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى السنوات الثلاثة القادمة بما يزيد عن 100 مليار دولار أعلنت المدير المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء في ظل اثنتين من أدواته للتمويل الطارئ وهم التسفير الاقتماني السريع وأداة التمويل السريع وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن نافذة التمويل الجديدة سوف تتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزاني المدفوعات وتعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية أو من صدمة في تصدير الحبوب مشيرة إلى أن نافذة التمويل الجديدة ستظل مفتوحة لمدة عام وفقت المفاوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 450 مليون يورو لتشغيل خمس محطات طاقة تعمل بوقود بشكل مؤقت لتعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعي القادم من روسيا أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفاوضية مارجرات فاستجر أن هذا الإجراء لمؤقت سيمكن ألمانيا من تخفيف الأثر الاقتصادي للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وسيساهم في استبدال الغاز في حالة نقصه وبالتالي تعزيز استعدادنا لفصل الشتاء القادم أكدت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن معدل تضخم في منطقة اليورو والمكونة من 19 دولة 10% في سبتمبر الماضي وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ العملة الأوروبية الموحدة هذا وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 40.8% مقارنة بأسعار العام الماضي في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغي بنسبة 11.8% في سبتمبر مقابل 10.6% المسجلة في أغسطس تعاني منطقة اليورو العديد من المشاكل الاقتصادية حيث تورطت كل المنطقة في المصاعب الاقتصادية المشتركة على مختلف المستويات مثل التضخم ونقص الطاقة وانخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار هذا وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر 10% وهو أعلى مستوى له في تاريخ العملة الأوروبية الموحدة بحسب ما أعلنت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي ويمثل هذا ارتفاعا من 9.1% في أغسطس الماضي بينما كان معدل التضخم قبل عام 1 3.2% فقط يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعا شديدا في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي كما يأتي وسط توقعات بركود وشيك هذا وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 40.8% مقارنة بأسعار العام الماضي في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.8% في سبتمبر الماضي مقابل 10.6% المسجلة في أغسطس إلى ذلك يمضي المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو الغالقة في ريمال الأزمات في انتظار إجراءات ربما تنتهلها من كبوتها أو تعمق جراحها لسنوات مقبلة تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكاك الحددية منذ عشرات السنين مع إضراب عشرات الألاف من العمال في ثلاث نقابات عمالية تعد هذه أحدث إضرابات خلال عام شهدت ترابات عمالية واسعة نطاق في بريطانيا شملت الجميع من عمال النقل والبريد إلى المحامين بعد أن تفوق ارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي في فواتير الطاقة على زياداته في الأجور أعلن المستشار الألماني ألف شغل تسعا خطة بقيمة 200 مليارد يورو لوضع حد لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز تتضمن إلغاء ضريبة الغاز المقترحة على المستهلكين هذا وشددت الحكومة الألمانية على أنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا اقتصادية مع روسيا في إطار تحديد سقف لأسعار الطاقة في ألمانيا وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أعلن المستشار الألماني شولتز تخصيص 200 مليار يورو تصريحات المستشار الألماني جاءت خلال مؤتمر صحفي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية بهاتين المئتي مليار يورو لدينا إمكانية تمويل كل ذلك والتأكد من أن كل شيء على ما يرام يضعون هذا أيضا في موقف يمكننا من خلاله التخلص من ضريبة الغاز التي تم التخطط لها في ظل ظروف مختلفة عندما كان الغاز لا يزال يتدفق من روسيا من جانبها شددت الحكومة الألمانية على أنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية أن ترشد استهلاك الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا اقتصادية مع روسيا في الوقت نفسه ارتفع معدل التضاخم في ألمانيا في سبتمبر الجاري لعلى مستوى في أكثر من ربع قرن بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابر التهدئة تقدي معها نفعا وترجع الزيادة في التضاخم بألمانيا إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك عودة الاجتماعات الوزرية لدول تحالف أوبيك بلاس حضوريا بدلا من الفيديو كونفرنس اعتبارا من اجتماع يوم الأربعاء المقبل أكدت أوبيك أن الاجتماع الخامس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثالث وثلاثين لأوبيك وغير الأعضاء في المنظمة سوف يعقد بالحضور الشخصي في مقر المنظمة في فيان مشيرة إلى أن الاجتماع القادم هو أول اجتماع وزاريين بالحضور الشخصي منذ مارس من عام 2020 أعلن رئيس حكومة تقليم السند الباكستاني سيد براد علي شاهم وفقت البنك الدولي على تقديم ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليار دولار لمساعدة المزارعين في المناطق المنكوبة بالفيضانات وأشار صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة إلى أن ثلاثة فاصل أربع مليون طفل باكستاني أصبحوا في حاجة إلى الدعم الفوري من أجل إنقاذ أرواحهم عقب هذه الفيضانات حضر الرئيس الكوري الجنوبية يون سيوكومن أنه إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فإنها ستواجه ردود فعل صاحقة وحازبة من التحالف بين سول واشنطن وفي خطاب بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين ليوم القوات الوطنية العسكرية قال ليون إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كما أنه سيجعل حياة الكوريين الشماليين أكثر بؤساء أزمة جديدة تلوح في الآفاق على الحدود بين الكوريتين الجارتين بعد إعلان بيونج يانج إطلاق تجربة لصاروخين باليستيين قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي مما تعتبره سول تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وتعتبره كوريا الشمالية تحذيرا للتحاله بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية التجربة الصاروخية الرابعة لبيونج يانج خلال أسبوع واحد فقط تأتي بعد أن أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية تدريبات ثلاثية للتصدي للغواصات وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات كما أنها تأتي بعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامل هاريس إلى المنطقة الأسبوع الماضي التوتر بين الكوريتين انتقل أيضا إلى اليابان التي قدمت احتجاجا رسميا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية حيث إن الصواريخ تحركت في مصار غير منتظم بهدف التهرب من نظام الدفاع الصاروخي وزير خارجية كوريا الجنوبية من جانبه أكد أن الحكومة تدرس خيارات مختلفة لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية وسط تكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة مشيرا إلى أن بلاده سترد بصرامة على أي أعمال استفزازية تقدم عليها كوريا الشمالية كما أشار جين وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ الإجراءات لتشديد العقوبات ضد بيونج يانج إذا لزم الأمر في عدد من المجالات مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء الإلكتروني والقطاع المالي وتستهدف كوريا الجنوبية زيادة الردع على عمليات نقل البضائع غير المشروعة كوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة وعرقلة محاولات بيونج يانج لتأمين الأموال غير المشروعة لبرامج أسلحتها النووية من خلال سرقة العملات المشفرة خاصة في ضد وجود أنباء عن إجراء بيونج يانج تجربة نووية تحت الأرض في الفترة ما بين السادس عشر من أكتوبر الجاري إلى السابع من نوفمبر المقبل وهو الأمر الذي قد يزيد من وطيرة التوتر التي تشهدها الكوريتان أدنى رئيس مفوضية لتحد الإفريقي موسى فقي التغيير غير الدستوري للحكومة في بوركينا فاسو جاء ذلك بعدما تمت إقالة الحاكم بول هنري داميبا كما أعلن الضابط إغلاق الحدود اعتبارا من منتصف الليل إضافة إلى تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة هذا وأعرب فقي عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة تحاول ولايات فلوريدا ونورث كارولينا وساوس كارولينا التعافي من الضمار الناتج عن الإعصار إيان أحد أقوى العواصف التي ضربت البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وتسبب هذا الإعصار في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات ومقتل عدد من غير معروف من الأشخاص قال المركز الوطني للأعصير في الولايات المتحدة الأمريكية إن العواصف الخطيرة والسيول والرياح العاتية ما زالت مستمرة في الصباح الذي أعقب وصول الإعصار إيان كأحد أقوى الأعصير التي تضرب ولاية فلوريدا الأمريكية منذ عقود بدى الحجم الكامل للدمار يتبين فقد أدى الإعصار إيان إلى مصرع العشرات أثناء مروره بهلوريدا وقالت إدارة إنفاذ القانون بهلوريدا إن الكثير من الضحايا ماتوا غرقا كما أفادت وسائل إعلام أمريكية عن خسائر بشرية أكبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس أعلن أن إيان تسبب في فيضانات تحدث مرة كل خمسمائة عام فدمر مدنا ساحلية وأغرق منازل وأعمال تجارية وأدى إلى انقطاع سكان غزر عن العالم ووفقا لحاكم فلوريدا فإن بعض هذه المناطق مثل كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها المياه وتضررت بشكل كبير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن في وقت سابق وفي أحدث تقرير له أن إيان تحول إلى عاصفة اشتدت لتتحول إلى إعصار مرة أخرى ولم يقتصر الإعصار على ضرب الولاية الأمريكية إذ تأثرت كوبا منه بشدة ونزل الكوبيون إلى الشوارع لقرع الأواني والاحتجاج في عدة أحياء في العاصمة هاذانا مع دخول البلاد بأكملها في انقطاع للتيار الكهربائي كما سوى المنازل بالأرض وأتلف المحاصيل الزراعية إلى ملف حياة كريمة حيث تحرس الدولة على إشراق شركات القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات خاصة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وترحي المشروعات التي يتم تنفيذها على الشركات لإدارتها والحفاظ كذلك على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن وخلال اجتماعه مع محافظ الغربية طارق رحمي أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من مراجعة مدى جاهزية القرى التي يمكن افتتاحها رسميا وتشغيل المباني والمنشآت التي تم إنشاؤها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسلم نحو 300 طالب بمحافظة مطروح كل الأدوات المدرسية التي يحتاجونها خلال العام الدراسي ضمن مبادرة راجعين تعلم وسذا جو من البهجة والفرح مع العروض الفنية والاستعراضية التي تم تنفيذها في حفل ضم أهالي الطلاب احتفالا برجوع الدراسة هذه المبادرة تهدف لتوزيع الأدوات المدرسية على الطلاب بالإضافة إلى تزديد المصاريف لأبناء الأسر الأكثر احتياجا أعلنت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السر الرسمي حيث تمكنت الوزارة من ضبط 443 قضية أمونية بمضبطات بلغت أكثر من 155 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة حيث تم ضبط 35 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 66 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للمواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال البيع بأزيد من مواد البناء تم ضبط 54 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 710 قضايا من بينها 91 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 126 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظمة توريد الأرز الشعير بدأت طقوس وصلوات لتشين المذابح الكنسية بيد قداصة البابا توضرس الثاني بابا الأسكندرية بطريق الكرازة المرقصية هذا ويشاركه في الصلاة عدد من القيادات الكنسية كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أقامت احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية جاء ذلك بحضور قداصة البابا توضرس الثاني بمكر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية النهاردة بنحتفل بمرور 60 سنة على تأسيس الأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية والروحية والعامة بصفة عامة بتعتبر أسقفية الخدمات مؤسسة عمرها 60 سنة بتخدم المجتمع المصري في أكثر من 14 محافظة بتخدم كل المصريين وبتقوم بدور تنموي ودور رعوي كبير خالص الأسقفية حاليا بتقدم 14 برنامج البرامج دي بتتنوع ما بين برامج تخص دعم فكرة التعليم سواء تعليم الكبار أو الأطفال وأيضا برامج تخص المشروعات الصغيرة برامج تخص تعليم الحرف الزراع التنموي للكنيسة القبطية فالكنيسة القبطية كانت لها نظرة وفجن من زمان أن تقوم بعمل تنموي في المجتمع ليس في الكنيسة فقط إنما تقوم بعمل تنموي في المجتمع سوفية الخدمات لها حزمة من أكثر من 15 برنامج تهتم بالتنمية البيئية والتنمية الريفية والتنمية ومكافحة الفقر البرامج تهتم بالصحة والتعليم الأطفال أو التعليم الكبار الأسقفية تقدم حزمة من الخدمات حزمة متعددة من الخدمات في أي وقت من الأوقات الأسقفية بتشتغل في حوالي 40 قرية تشتغل مع القرية فترة وبعدين تسبها بعد ما تبني كوادر تشتغل في القرية دي وتكمل شغلها بعد كده فرحانين النهاردة باليوم الاحتفالية بالعيد الستين لتأسيس اسقفية الخدمات فرحانين ان احنا بنفتخر بكل قبقنا وبكل اسقفتنا اللي خدموا وتعبوا في المكان ده بنقول ستين عام محبة وخدمة كلها نشر للمحبة لكل المصريين كلها نشر للمبادئ الاساسية للتنمية نشر لفكرة تعليم نشر لفكرة الصحة نشر لفكرة التنمية والمشروعات الصغيرة نشر لفكرة الحفاظ على بيئتنا والحفاظ على مصرنا اكدت وزارة الطيران المدني انه تم اختيار مصر لتولي منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني وتعد اللجنة الاقتصادية واحدة من اهم اللجن بالمنظمة الدولية للطيران المدني حيث تتولى وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة بالتنظيم والتطوير الاقتصادي لنشاط النقل الجوي العالمي بما يدعم الانشطة الاقتصادية للقطاع ودعم الاستثمار عبر الحدود في شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة لتشغيل او للتشغيل والاقتصاد للنقل الجوي الدولي استقبل وزير الزراعة والتصلاح الاراضي السيد القصير المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمية السيدة مانجو جونجا والمدير القطري لبرنامج الاغذية العالمية برافين اجروال وقد رحب وزير الزراعة والتصلاح الاراضي بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمية واعرب في هذا الاطار عن تطلعي لتحقيق مزيد من التعاون الفعال خاصة مع وجود مركز الاقتصاد التنسيقي والذي تم انشاؤه وافتتاحه في العامل الماضي لتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة للاشقاء الافارقة ودول شرق اسيا في اطار ما يسمى بالتعاون الجنوب الجنوب وان يتم استثمار النجاح الذي حققت الدورات الاولى التي قام بها المركز وبتنفيذها لتنفيذ المزيد منها على ارض الواقع بدأت منفذ وزارة الداخلية او عفوا التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التاموني عن شهر اكتوبر متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الاولى بالرعاية من اصحاب البطاقات التامونية والتي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الاولى بالرعاية مئات المنافذ التامونية بدأت في صرف السلع الغذائية والتامونية لشهر اكتوبر بالمنحة الاستثنائية الجديدة للفئات الاولى بالرعاية من اصحاب البطاقات التامونية والتي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين بالنسبة للزيادة الاستثنائية 100 جنيه للأسرة و20 جنيه للأسرتين والثلاثة البطاقات التامونية والثلاثة و300 جنيه اكثر من ثلاثة أسرة جميع السلع متوفرة احنا دلوقتي في المغزن موجودين وانت شاهد حضرتك المغزن مكدس بالسلع بالاضافة الى هناك ارصدة متواجدة من السلع السلع السرطيجي في المغزن الرئاسية الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبق لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس السيسي للأسر الاكثر احتياجا مستمرة لمدة 6 اشهر وقد ضمت السلع التامونية لشهر اكتوبر 30 سلع غدائية واستهلاكية ومنظفات وحلوة بعد ان كانت تضم 29 سلع فقط المنحة دي بتضاف للتومين اللي هو الدعم الاساسي اللي هو التومين الفرد دي 50 جنيه والا 4 فرد دي 200 جنيه بالاضافة لفرق العيش فال100 جنيه دي بقت مكملة للدعم بس دي ما بتدخش بها ولا زيت ولا سكر لكن الدعم بيبقى ليه زيت والسكر ورز والمقارونة وهكذا يعني 30 سلعة متوفرة في جميع فروع الشركة المصرية 700 فرع جملة وملحة متوفر فيهم كافة 30 سلعة على مستوى الشركة بجودة عالية شركات زو اسم تجاري على مستوى جمهورية مصر العربية ولا حابين ان كانوا على جودة السلع دي درجة اولى من كل الاصناف درجة اولى بنسبة اصعارها الاسعار اللي موجودة في التومين بتتطبق على منتجات التومين فيه حاجات تانية منتجات تانية حرة وعلى حسب الرغبة في ان انا بس ان بستكمل الحاجة اللي انا محتاجة في الشهر على الحاجات الحرة برضو اصعارها معتدلة عن الاماكن التانية الزيادة الاستثنائية للفئات الاولى بالرعاية من اصحاب البطاقات التمونية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه وذلك من اجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن ومقيدين على 23 مليون بطاقة والى ذلك تتوصل الجهود ضمن السراتيجية الدولة لدعم الفئات الاكثر احتياجا وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين احمد الحسيني التلفزيون المصري انطلق العام الدراسي الجديد في عدد من المحافظات وبعض مدارس محافظتي القاهرة والجيزة بينما تنتظم غدا لاحد الدراسة في جميع مدارس الجمهورية باجمالي 25 مليون طالب وطالبة كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد ووجهت جميع المدارس بضرورة توفير مناخ صحي وامن للطلاب مع انطلاق الدراسة اطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي بتسريع وطيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد تعد المحطة الوسيطة بمركز ناصر بمحافظة بني سويف ضمن منظومة النظافة الجديدة واكدت محافظة بني سويف ان المنظومة النظافة بالمحافظة تعد اضافة نوعية لمنظومة النظافة وخاصة انها تخدم اكثر من مليون وستة وتسعين الف نسمة بعدد من قرى ومراكز المحافظة في اطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع وطيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد تعد المحطة الوسيطة بمركز ناصر بمحافظة بني سويف ضمن منظومة النظافة الجديدة الموقع كان في اصله هو مقلب عشوائي ناصر ومن خلال مخطط الدولة تم استبدال الاماكن العشوائية بنقاط تجميع وسيطة او نقاط تغلس امن وسيطة الموقع هنا صم من اجل استيعاب كمية تصل ما بين 250 الى 300 طن يوم لخدمة مركز ومدينة ناصر وبعد القرى المجورة لمركز ومدينة بني سويف ومركز ومدينة الوسطى المحطة المقامة على مساحة 1950 متر وبطاقة استيعابية تصل الى 300 طن قمامة في اليوم تم انشاؤها بتكلفة تصل الى 18 مليون جنيه وذلك في اطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة لتكون بذلك ثاني محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية في هذا المجال وتضم المحطة بوابات خروج ودخول ورسيفة تفريغ وميزان اردي وترق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر وببارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام الصرف الصحية ونقاط استقبال المخلفات الخطرة ومنطقة تفتيش للشحنات ومنظومة اطفاء حريقة مزودة بانضار للحريقة الحقيقة العربيات بتخش من عندنا من القرى محملة بالقمامة بتخش على الميزان بتوزن بتطلع الرمب بتفضي في الحاوية الحاوية بتشيلها وتوديها لمصنع تدور الكمامة في قامو برادي وهذه المحطة وفرت كتير من تكلفة السولر والكويتش والحاجات التي تخص العربيات من أعمال محطة الوسيطة هي إضافة نوعية لمنظومة النظافة بمحافظة بنسويف خاصة وأنها تخدم أكثر من مليون وست وتسعين ألف نسمة بعدد من قرى ومراكز المحافظة بهذا مشاهدين كرام نكون قد أصدنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة قضبناها من التلفزيون المصري يوم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العنوي خلال اجتماعه بأعضاء الأعلى للهيئة القضائية الرئيس سيسي يؤكد أن القضاء عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي خلال تفقد لسير العمل بعدد من نشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى مدبولي يؤكد حرص الدولة على تخطيط الدائب لاستيعاب التزايد في الحركة المرورية صندوق النقد يطلق نافذة تمويلية جديدة لمواجهة صدمة الغذاء العالمية انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكراً لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة